الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد احذروا من شياطين الإنس يعني هذا يدرس الآن هنا درسنا ولله الحمد كتاب التوحيد نعم دراسة مختصرة أول مرة يدرس فيها ما يمكن يدرس دراسة مطولة كذلك فقه دراسة مختصرة ما الإشكال يأتي شيطان من الشياطين وقال إيش تستفيد من هذه الدراسة نحن لا نحتاج هذا الفقه نحن كذا كلمة واحدة أو يقول ابن سعدي الله يرحمه فأنت لا تستطيع تقرأ بعد هذا الكتاب صح أو لا إذن أخواننا في شياطين الذي لا يدرس يريدك أنت لا تدرس أو قال نذهب نشرب كوفي والدرس قال مسجل ما في مشكلة صحيح؟ لا يا أخي هذه أيام يومين ثلاثة بعضكم قال نريد الدرس كذا وعندما بدأنا الدرس وبدأنا الدورة يعني هذا مشكلة صح؟ نعم أنتم تظنوا بن عثيمين كان يلعب رحمه الله تظن؟ والله أكمل كتاب مع ابن سعدي هو وحده أكمل كتاب فابن سعدي فرح بابن عثيمين أعطاه جائزة ليس خمسين باوند لا أعطاه تفاحة فالقصيم لا يعرف التفاح شيء غالي أخذ الشيخ بن عثيمين التفاحة وذهب إلى البيت ينظر إليها ما يعرف تطبخ تأكل ما يعرف راجع لبن سعدي قال هذه كيف؟ نعم ما يعرف اللعب بن عثيمين رحمه الله وإنت تظن بن عثيمين ما جاءوا شياطين وقالوا له أترك درس بن سعدي أخذنا الوضوء والاغتسال والتيمم الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس فقط الماء الذي باقي على خلقتي باقي على أصله نزل من السماء ماء المطر مياه الآبار العيون الأنهار نعم هذا طهور نعم فلا يمكن أننا نحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير تغير إما بالرائحة أو باللون أو بالذوق لكن يتغير بنجاسة لكن تغير نزل فيه ورق ما في شكال ورق شجر لا شكال طيب اختلفنا أنا والشيخ أبو العباس فيما عندنا أنا أقول طهور هو يقول نجس الحق مع من معي معي لابد نعم لماذا؟ لأن هذا الأصل هذا يدعي خلاف الأصل هو الذي يطلب بالدليل يقول تغير لون أو طعم أو ريح وإلا الأصل الطهارة نعم طيب أيضا عندنا السواك السواك هو التسوك بعود الأراك أو أي عود لا يضر ولا تفتت نعم لا تفتت في الفم ما في فاعدة إذا تفتت في الفم نعم نعم يستحب السواك بل السواك سنة مؤكدة في كل وقت سنة مؤكدة بل عندنا حديث أن السواك مرضات للرب السواك يستحب في كل وقت صائم وغير الصائم عند الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن قيام الليل دخول المنزل تغير رائحة الفم عند الموت كيف عند الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت استاك هذا الدين الإسلامي دين يحث على النظافة على الطهارة على الآداب على الأخلاق لا يوجد مثل هذا الدين ومن الآداب آداب قضاء الحاجة يجب أن يستطل عن أعين الناس حال قضاء الحاجة وجوباً يغلق الباب وإذا كان في الفضاء شجرة سيارة جدار أو يبعد لا يدخل إلى الحمام بشيء في ذكر الله المصاحف القرآن كتب العلم ينقطع عن ذكر الله وجوباً ولا يتكلم بكلام الناس قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بالتسكين نعم أفضل نعم وإذا خرج إذا دخل يقدم الرجل اليسرى وإذا خرج يقدم الرجل اليمنى وقل غفرانك بعد أن يخرج نعم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي الناس فيه الناس ولو كانوا كفارا ولو كانوا أهل بدع لا يبول في الماء الدائم الراكد لا يمس ذكر بيمينه له أن يبول قائماً بشرطين أن يأمن أن الرشاش لا يرتد عليه رشاش البول الثاني أن يأمن العورة لا تنكشف نعم إذا انتهى من قضاء الحاجة لا بد أن يطهر المكان بالماء أو بالحجارة المناديل الأخشاب الخرق التطهير بالماء واضح التطهير بالمناديل يشترط فيها شروط أن تكون طاهرة لا نجيسة نعم وأن لا تكون محترمة لا يمكن بأوراق الكتب أو المصاحف نعم ولا تكون طعام للإنس ولا للجن ولا طعام لدواب الإنس ولا طعام لدواب الجن نعم تمام ولابد أن تكون ثلاثة مناديل أقل شيء إلا إذا كان المنديل كبير مثلاً لهن يمسح هنا مرة هنا أو حجر كبير لكن يمسح هنا مرة واحد أصبح هذا المنديل نجيس لا بد يغيره نعم إذا رجع المنديل جاف فليس فيه أثر بول ولا غائط يعني حصلت النظاف حصل النقاء الحمد لله إذا رجع فيه أثر لابد يعيد يعيد أقل شيء ثلاث مساحات ثم يزيد حتى ينقطع نعم نعم إذا انقطع على مثلاً ست مساحات ستة حجارة ستة مناديل يستحب له أن يزيد حتى ينقطع على عدد زوجي فردي لا زوجي نعم لا يوسوس لا يوسوس نعم نعم الحيض والنفاس نعم إشرح شيء يوسوس أو مثل يوسوس يعني وسوسة من الشيطان يعني الشيطان يقول له ما حصل الطهارة بعض الناس يبقى في الحمام أحياناً ساعة يقفز نعم يستعمل مئة منديل ماء كثير يلف حول المسجد نعم يلف يدور حول المسجد لأنه يعتقد أنه بعد خروجه من الحمام ينزل شيء لكن بعد ربع ساعة يظن أنه به سلس بول وهو ما فيه إلا العافية فهم أنت اصنع لأمرك الله يا أخي اخرج صلي ما حتقال لك تقفز في الحمام أو تلف يقول أنا متيقن مئة بالمئة أنه تنزل نقطة بول وهو يظن أنه هذا هو السلس البول هذا ليس بسلس بول نعم هذا ممكن أثر الغسر بالماء يا أخي لا توسوس تيخ الإسلام ببن تيمي رحمه الله يقول يُعْفَ أخيرا يقول لكي أنت تسأل نقطة بول وأنه تسأل معتادة يعني لها عادة معلومة تبقى هذه العادة وما زاد عنها فهو استحاضة جاءتنا مرأة عندك عادة معلومة قالت لا دم طيلة الشهر نقول طيب هل أنت مميزة تميزي تفرق بين دم الحيض ودم العادي الجرح مثلا تقول نعم أنا أفرق نقول تمام الذي تحكم عليه بالتفريق أنه حيض حيض والثاني هذا استحاضة وخلاص تبقي في الحيض وفي الاستحاضة وتصلي سيأتي معنا كيف نصنع نعم تمام جاءتنا مرأة ثالثة هذه مميزة هذه الثانية مميزة نعم الثالثة جاءت هل لك عادة معلومة قالت لا في تفرقي قالت لا هذه اسمها متحيرة هي حائرة في نفسها وحيارتنا نحن معها نعم ماذا تصنع تبحث عن أختها عن أمها عن خالتها بنت خالتها وتنظر كم الأيام عندهم سبعة أيام إذن هي تبقى سبع أيام مثلهم في الحيض والباقي استحاضة من عليه حدث أصغر يحرم عليه ماذا من عليه حدث أصغر يعني خرج منه ريح ولم يتوضأ هذا يحرم عليه أن يصلي لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحب تمام ومن عليه حدث أكبر لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحب ولا يقرأ القرآن ولا يبقى في المسجد بغير وضوء الحائض والنفساء تأخذ هذا كله لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تدخل المسجد ولا تصوم ولا تطلق ولا توطأ ولها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف ممكن تأخذ قرقة أو شيء وتقلب المصحف هذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ما يمنعها شيء من قراءة القرآن الحائض تقرأ القرآن نعم المسح على الخفين على الجوربين الأول لابد أن يلبس الخفين الجوربين على وضوء كامل يكون غسل حتى الرجلين بالماء أن تكون الجوربين طاهرة لا نجيسة أن تكون ساترة لأكثر العضو يعني في عندنا الجوارب هذه القصيرة ينكشف منها الكعب يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يمسح لأنه ساتر غالب العضو نعم أن يكون المسح في الحدث الأصغر للأكبر أن يكون المسح في الوقت يوم وليلة للمقيم 24 ساعة المقيم 72 ساعة للمسافر نعم طيب المسح على الجبيرة الجبيرة يعني يضعها على يدي إذا كان في عنده كسر الله أعفره إياكم نعم نعم الآن مثلا إنسان على يدي جبيرة أراد يتوضى نقول لابد تزيل هذه وتتوضى تقسل يديك لابد قال لا أستطيع نقول تمام امسح عليها تمام قال أستطيع امسح عندنا إنسان مجروح جرح مقشوف لابد تغسل في الوضوء قال لا أستطيع نقول امسح قال نقطة ما تضر الجرح نقطة واحدة تضر ما أستطيع لا أستطيع أضع يدي على الجرح ماذا يصنع يتوضى وضوء كامل دون اليد إذا انتهى من الوضوء ينوي بقلبه بسم الله ضربة واحدة على الأرض يمسح الوجه ظاهر اليمنى ظاهر اليسر هذا التيمم عن هذا نعم طيب عندنا أيضا المرأة تمسح على الخمار يعني تعرف أنت تأتي الآن خاصة أيام البرد وكذا إلى المسجد تمسح على خمار نعم مسح نعم هنا يذكر الفقهاء الآنية الأواني لماذا لأن الماء جوهر سياد يحتاج إلى أواني فيصح أن يستعمل كل الأواني الأصل فيها الطهارة حتى لو جاءت من الصين أو من كذا نعم إلا آنية الذهب الفضة ما يستخدمها ما حكم آنية الكفار هذه هي طاهرة أو نجسة ثلاثة أقسام أن نعلم طهارتها فهي طاهرة أن نعلم نجاستها فهي نجسة لا بد تغسل مثلا وضعوا فيها خنزير تمام نشك لا ندري الأصل إيش الطهار تمام إزالة النجاسة إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام كيف نزيل النجاسة الكلب أكرمكم الله إذا ولغ يعني شرب ما يشرب إلا بإخراج اللساء فإذا ولغ في الإناء لابد إراقة جميع ما في الإناء والمر الأورى بالتراب ثم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة ماء تضع ماء وتريق الكل سبع نعم الثاني المذي ما هو سائل ليس له لون مثل الماء يخرج عند التفكير عند التقبيل نعم ناقض للوضوء لابد أن يغسل الذكر والبيضتين خصوتين حتى ينقطع الخروش نعم نزل على الثوب ماذا أصنع تأخذ ماء ترش هاكر خلاص وتخرج صلي ليس في نجاسة سهل تطهير سهل مفهوم رش فقط طيب هذا الأستاذ دخل الآن لدورة المياه في دورة المياه جاعت نقطة من البول على ثوبه ماذا يصنع يأخذ هكذا يرش ماء ويعصر خلاص طهار ما يحتاج يذهب إلى البيت ويغسر دين يصر إذن ثلاثة أقسام نجاسة الكلب سبع مرات ولهن بالتراب المذي رش بقية النجاسات رش مع عصر الساعة كم نوقف الساعة السابعة الشيخ طيب نعم خلاص نوقف دقيقتين دقيقتين الحمد لله المستغيل نعم طيب إذن أخذنا كتابة طهارة ولله الحمد قلنا لابد من طهارة باطن وطهارة ظاهر ظاهر حدث وخبث نجاسة حدث أكبر حدث أصغر طهارة من النجاسات بدن بقع وثوب على الثوب رش مع عصر إلا المذي رش نا ولغ في الكلب سبع مرات ولهن بالتراب أخذنا الحيض ومثل النفاس أما المستحاضة تصلي تقتسل وتصلي نعم المني ليس بنجس لماذا؟ أصل خلقة الإنسان و كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ثوبه إذا كان رطب يرش بالماء جاف يحطه نعم تراجع لنا من كتاب منهج السالكين كتاب الطهارة وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بالطهارة نراجع ونأخذ كتاب الصلاة والله أعلم صلى الله على النبي محمد وله صحبه وسلم وجزائكم والله خير